الأسد والفأر في غابة كثيرة الأشجار كان يعيش أسد تهابه كل الحيوانات وذات يوم بينما كان الأسد نائما مر أمامه فأر صغير وأخذ يلعب ويجري حوله ويقفز على ظهره وفجأة استيقظ الأسد من نومه غاضبا وضغط على الفأر الصغير وزأر حتى تحركت بزئيره أغصان الأشجار فأر صغير مثلك يقدم مساعدة لي أنا ملك الحيوانات أشفق الأسد على الفأر وأطلق صراحة وفي أحد الأيام بينما كان الفأر الصغير يتجول في الغابة وجد الأسد سجينا في شبكة وضعها القناصون للقبض عليه قال الفأر في نفسه لا شك أن أصحاب الشبكة قادمون بسيارتهم لنقل الأسد أخذ الفأر الصغير يقضم خيوط الشبكة بسرعة هائلة والخوف يملأ قلبه وأخيرا استطاع الأسد أن يتخلص من الفخ وهكذا أوفى الفأر الصغير بوعده لقد استطاع الفأر رغم صغر حجمه أن يساعد ملك الغابة في غابة كثيرة الأشجار كان يعيش أسد تهابه كل الحيوانات وذات يوم بينما كان الأسد نائما مر أمامه فأر صغير وأخذ يلعب ويجري حوله ويقفز على ظهره وفجأة استيقظ الأسد من نومه غاضبا وضغط على الفأر الصغير وزأر حتى تحركت بزئيره أغصان الأشجار فأر صغير مثلك يقدم مساعدة لي أنا ملك الحيوانات أشفق الأسد على الفأر وأطلق صراحه وفي أحد الأيام بينما كان الفأر الصغير يتجول في الغابة وجد الأسد سجينا في شبكة وضعها القناصون للقبض عليه قال الفأر في نفسه لا شك أن أصحاب الشبكة قادمون بسيارتهم لنقل الأسد أخذ الفأر الصغير يقدم خيوط الشبكة بسرعة هائلة والخوف يملأ قلبه وأخيرا استطاع الأسد أن يتخلص من الفخ وهكذا أوفى الفأر الصغير بوعده لقد استطاع الفأر رغم صغر حجمه أن يساعد ملك الغابة الأسد والفأر في غابة كثيرة الأشجار كان يعيش أسد تهابه كل الحيوانات وذات يوم بينما كان الأسد نائما مر أمامه فأر صغير وأخذ يلعب ويجري حوله ويقفز على ظهره وفجأة استيقظ الأسد من نومه غاضبا وضغط على الفأر الصغير وزأر حتى تحركت بزئيره أغصان الأشجار فأر صغير مثلك يقدم مساعدة لي أنا ملك الحيوانات أشفق الأسد على الفأر وأطلق صراحه وفي أحد الأيام بينما كان الفأر الصغير يتجول في الغابة وجد الأسد سجينا في شبكة وضعها القناصون للقبض عليه قال الفأر في نفسه لا شك أن أصحاب الشبكة قادمون بسيارتهم لنقل الأسد أخذ الفأر الصغير يقضم خيوط الشبكة بسرعة هائلة والخوف يملأ قلبه وأخيرا استطاع الأسد أن يتخلص من الفخ وهكذا أوفى الفأر الصغير بوعده لقد استطاع الفأر رغم صغر حجمه أن يساعد ملك الغابة الأسد والفأر في غابة كثيرة الأشجار كان يعيش أسد تهابه كل الحيوانات وذات يوم بينما كان الأسد نائما مر أمامه فأر صغير وأخذ يلعب ويجري حوله ويقفز على ظهره وفجأة استيقظ الأسد من نومه غاضبا وضغط على الفأر الصغير وزأر حتى تحركت بزئيره أغصان الأشجار فأر صغير مثلك يقدم مساعدة لي أنا ملك الحيوانات أشفق الأسد على الفأر وأطلق صراحه وفي أحد الأيام بينما كان الفأر الصغير يتجول في الغابة وجد الأسد سجينا في شبكة وضعها القناصون للقبض عليه قال الفأر في نفسه لا شك أن أصحاب الشبكة قادمون بسيارتهم لنقل الأسد أخذ الفأر الصغير يقضم خيوط الشبكة بسرعة هائلة والخوف يملأ قلبه وأخيرا استطاع الأسد أن يتخلص من الفخ وهكذا أوفى الفأر الصغير بوعده لقد استطاع الفأر رغم صغر حجمه أن يساعد ملك الغابة ترجمة نانسي قنقر